إذن فاز شباب الأردن وخسرت كرة القدم الأردنية كابتن محمد المحارم أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يا أحمد منور بوجودك وكل عام نحن الكل بالخير والوطن بخير وقادر الوطن والأمة العربية والإسلامية وإن شاء الله ظلوا مستمر الخير بعد شهر الخير يا رب إن شاء الله دائما كل أيامنا خير مع أمطار الخير كمان مع أمطار الخير إن شاء الله يا رب الله يخل لك محمد الشباب الأردن بجزء العنوان الأبرز اللي أنا شايفه فاز شباب الأردن وخسرت كرة القدم الأردنية رأيك باللي صار بشكل عام نبدأ من بداية القصة وبداية المشاركة الأردنية والغياب والتوقف اللي ألقى بظلاله على هذا الموضوع يعني بالبداية مكتوب علي أنه دائما أنا أكون بحلقات ممكن تكون فيها انتقاد فعلى أغلب فكرون انتقاد هو انتقاد للمصلحة العامة يعني ومنحكي بالليش اللي بهم مصلحة كرة القدم الأردنية العنوان اللي حطيته كثير رائع فوز شباب الأردن وخسارة كرة الأردنية للأسف احنا بالفترة الماضية كله خسارات الكرة الأردنية بخسارات مش شرط خسارات مبرياته وخسارات تنظيم أجندة مدربين بظروف كثيرة الكرة الأردنية بحال التوهان بحاجة ربان يمسك الكرة الأردنية وحطها على المصاري الصحيح للأسف شباب الأردن دفع ضريبة التغيير والرجوع للأجندة والتوقف الكبير اللي صار دفع ضريبة شباب الأردن شباب الأردن يمكن لو كان بجهزية أحسن وكان باستعداد أو بفورمت الدورية أتوقع شباب الأردن بروح كمان وبتعدى هذا الدور بس للأسف يعني شباب الأردن اشتغل ضمن الإمكانيات وسابق الزمن حتى يوصل لهذه الجاهزية المتابعين لشباب الأردن والذي شافهم بالمباراة يعرف شباب الأردن قداش كان الجاهزية البدنية لشباب الأردن وجاهزيت المباريات وحسيت المباريات قداش كان بعيد عنها بمباراة الأمس ولو شباب الأردن زي ما شفنا بختام الدوري ممكن شباب الأردن يكون رقم صعب بهاي البطولة أو بروح لدور أبعد من الدور الأول بارح ونحن نرى المباراة التي أقيمت وانتهت فجر الخميس المباراة التي أقيمت بأجواء ماطرة بغياب جماهيري شباب الأردن وجد نفسه وحيدا بصراحة وحيدا جماهيريا وحيدا ماليا وحيدا استعداديا منظرتنا لمثل هذه المشاركات هل هي بس من أجل المشاركة وهل كان قرار شباب الأردن صائب أن يشارك يعني نشوف هو المشاركة من أجل المشاركة كان يفترض مع احترامي لمعالي سليم خير وهو يعني من الناس الحاكمين في مجال كرة القدم كان يفترض الاعتذار لأن المشاركة ما رح تكون ملبية للطموح بسبب الظروف اللي احنا فيها واللي بتمر فيها الكرة القدم الأردنية بسبب العدم الجاهزية بسبب خلينا نحكي الملاعب مش جاهزة يعني احنا كانت المباراة صار عليها اختلاف بسبب الملعب كمان ظروف شباب الأردن ما كانش ظروف المواتي خصوصا مباراة الذهاب لسه كان أصعب كمان وضع شباب الأردن ظروف المواتي يعني مباراة الذهاب سافروا سافروا على قروبات مجموعات يعني سافروا كفريق مرة واحدة سافروا على أكثر من دفعة فكانت كل هاي ظروف بتخلي خلينا نحكي من شباب الأردن انه كان يعتذر عن هاي البطولة اسوب الفرق الثاني اللي اعتذرت من المشاركة لانه احنا ما كناش جاهزين اشي جميل انه يكون اسمك متواجد مع الاندية العربية بس التواجد بصورة مميزة زي مشاركة شباب الأردن السابقة بالبطولة العربية واخرج بطل النسخة اللي قبلها كان صحيح يعني هاي المشاركة احنا بنفتخر بها مشاركة بس بالمشاركة هاي محزنة محبطة بتعكس وضع قوة القدم الأردني بصراحة يعني عكسة حال والوضع اللي احنا عليه بكرة القدم الأردنية وللأسف يعني يعني عدشانين هسا زي ما بحقوها عدشانين نشوف كرة القدم الأردنية زي ما كانت بالسابق الروح والحماس والنتائج الإيجابية المشاركات الخارجية الفاعلة احنا يفترض عدينا مرحلة انه احنا نشارك من أجل المشاركة صحي بس متواجدين احنا وصلنا مرحلة نكوننا منافسين يعني طيب بارح وانا بشوف مباراة شباب الأردن كابتن بصراحة يعني كنت حزين على شباب الأردن الفريق عنده شيء وحاب يعمل شيء والمدرب مشتغل واللاعبين عندهم طموح ولكن كانوا زي المرباطين كابتن من ربما نتيجة عدم الجاهزية وبالنهاية ترى الشباب الأردن يعني رد خسارته فاز يعني خلينا نحكي التربيط اللي شفته خلينا نحكي أول شي جو رمضان وجو البر وعدم الوصول للجاهزية الكاملة لشباب الأردن بهاي المباراة برضو كمان المتطلب من اللاعبين من المباراة إنه إذا بدك ترجع وتتأهل بدك تسجل عدد أهلاف صحيح صحيح وكان فيه برضو توتر وخلينا نحكي شد إنه ممكن أننا حبين بأرضنا وكان هما عندهم إمكانيات اللاعبين شعرين من نفسهم عندهم إمكانيات بالعودة بس زي ما حكوها لا يصح للصحيح الوضع البدني والجاهزية هي اللي خلت لك تشوف اللاعبين بدوا قدم أفضل ما عنده بس مش قادر لأنه هو الإمكانيات اللي عنده البدنية ما بتسمح له وحسيت المباريات والغياب على المباريات يعني شباب الأردن كلهم برايات ودية هون محلية برضو مع الأندية مش جاهزة يعني بعد الفرق مش جاهزة يعني كله بإطار التحضير الاستعداد تجربة اللاعبين فما في الفائدة الفنية اللي دخل فيها شباب الأردن خلينا نحكي بجاهزية مباراة اللي عليهم دور أنه ردوا الخسارة وانتصروا هون ويتسجل لهم أنه قدروا يفوزوا بالمباراة يشكر لشباب الأردن هذا الجرأة بجوز جرأة كانت أكثر من اللازم ولكن بالنهاية حاول الفريق وفاز فاز إيابا بالمناسبة يعني هو فاز ولكن لم تخدموا نتيجة الذهاب والإياب ممكن لو مباراة الذهاب كانت معه وقت أكثر لكان في كلام آخر ولكن الظروف كلها بالتأكيد زي ما تفضلت كابتن ما كانت مريحة ولا كانت مناسبة لمشاركة ولكن شباب الأردن أخذ على عاتقه وأخذ هذه الرزق هذه المغامرة نتمنى للتوفيق إن شاء الله في المشاركات القادمة ولكن هذا الدرس مش بس شباب الأردن شو المعنى في الموضوع نحن قلنا فاز شباب الأردن وخشرت كرة القدم الأردنية